ليس خطر داعش وحده الذي يتهدد الاهالي في منطقة سنجار في العراق فبعد عملية تخليصها من براث التنظيم برزت الى السطح خلافات ربما تنذر بصراع اخر في المنطقة فالتوتر هو السمة السائدة بين بغداد واربيل والسبب عدم رفع العالم العراقي على مبنى قائم قاميته الى جانب تصريح مسعود برزاني رئيس يقليم كردستان بان سنجار اصبحت جزءا من اقليم كردستان رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري دعا الى ان يكون الولاء للوطن محذرا من ان هجرة السنة والشيعة لمناطقهم ادى الى خلو المناطق المختلطة من سكانها الاصليين لهجة الجبوري المتسامحة لم تكن ذاتها لدى جماعة عصائب اهل الحق الشيعية المسلحة حيث هددت القادة الاكراد بانها لن تسكت عما اسمته احتلال البشمركة لقضاء سنجار واعتبرت ان رفع العالم الكردي فوقه يمثل ابتزازا للاخرين التوتر بين الميليشيات الشيعية والاكراد ليس في سنجار وحدها فقضاء توس خرماتو جنوب كاركوكا يشهد ازمة بين الطرفين منذ اسبوع ولكن هنا يتم الامر باشراف ايراني حسب ما كشف قيادي كردي ايراني والذي ذكر ان قادة وضباط من فيلق القدسة التابع للحرص الثوري الايراني يشرفون بشكل مباشر على العمليات التي تنفذها الميليشيات الشيعية ضد المدنيين الكرد في قضاء توس خرماتو عماد الدين همام العربية